حدثنا عبد الصمد قال حدثنا بشار بن عبد الملك وقال حدثتني أم حكيمين بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين فنولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا فقال يا أم إسحاق أصيبي من هذا فذكرت أني كنت صائمة فردت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملاكي قالت كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق صاقه الله إليك